شايماء ياسر شايمين من فترة كبيرة شايمت حسن لدي مواهب الشعر وكذا من 3 سنين تقريبا بدأت اتمكن من الشعر قوي من سنتين أو سنة ونص بقيت متمكنة من أنت تقدر على الناس طبعاً أنت عارفاً أن الظهور طبعاً بيبقى مختلف عن لما الواحد بيبقى مختفي أو يقدر يلقي شعره قدام الناس آه طبعاً آه هي دي الفكرة بابا ومما كان موقفهم إيه لما قلتهم أنا بكتب شعر وببدأ أقل في شعر هقولك حاجة بسيطة هتغني عن أي كلام بابا ومما دول أحسن حاجة حصلت لي في حقيقة ربنا يخليهم لك يا حبيبس ربنا يخليك كانت تشجعهم صلته عاملة إزاي؟ وبنسبة لمذاكرتك ده كان بيأثر؟ آه لا طبعاً ما بيأثر آه بابا ومما طبعاً كميلي إحنا معاكي آه بغض النظر عن يعني السلبيات اللي حوالين الواحد آه فلاقيت شخصين وقفين في ظهري آه بكل حاجة عندهم آه أدوني كل حاجة أنا محتاجاها يعني بسي الحمد لله إن ربنا رزعني بأبو أم زيهم طبعاً ربنا يخل أملك يا ربي يا حبيبس مرسي آه شايماء قولي لي أنت خدتي كورسات أن أنت تنمي الموهبة دي عندك ولا إزاي بتنميها؟ آه لا أنا مخدتش كورسات وأنا كان طبعاً إحنا عندنا في الشرقية في بلبيس آه في قصر الثقافة وكده فأنا فيه وطبعاً أسدتي مشكورين وبدأت أبحث عن نت أعرف هنا وبدأت أبحث يعني وأعرف نفسي أكثر بك وبدأت تنمي الموهبة من خلال البحث وأن أنت بتروح تحضري ندوات في قصر الثقافة وكده؟ ضبط كده ما شاء الله طبعاً لعرفه أن أنت تقريباً في ثانية سنوية دخلة ثالثة آه ما شاء الله طيب أنت مش شايفة أن ده يعني حاجة تقيلة شوية عليك؟ دود عليك أكتر آه لا لا مش تقيلة ولا أي حاجة هالس إيه أنت شايفة أن ده حاجة مثلاً بتشجعك أن أنت تكملي دراستك وفي نفس الوقت أنت نكحة في المجال بتاعك؟ آه بصي هالفكرة أن الواحد طالما بيحب الحاجة اللي هو بيعملها آه ما بيقباش شايف أن فيه تقل عليه أو عبق عليه الشعر ده أسلوب حية بالنسبة لي أنا بصي بموت في الشعر جداً يعني اللي هو حاجة تانية ممكن أي طول أو أي حاجة تانية أو أي صعوب أو أي حاجة تهون علشان أنا بعمل حاجة بحبها طب أنت قلت لي يا شايماء أن أنت من الشرقية آه طب أنا حب برضو يعني أعرف حاجة طبعاً أهل الشرقية من الناس العزيزة عليها جداً بس أنا حب أفهم يعني الشرقية آه يعني المجتمع الشرقي بينمي موهبة البنت أكتر ولا بيعمل لها زي آه توقف عند فترة معينة هل المجتمع اللي كان حواليك يشجعك على ده ولا وجودك في الشرقية في حد ذاته آه حاول يوقف موهبتك آه حضرتك بتتكلم يعني الشرقية نفسها ولا المجتمع المصري يعني المجتمع الشرقوي ولا المجتمع المصري ممكن أن يقول المجتمع الشرقوي بحكم المحافظة الشرقية من المحافظات يعني لحد ما فيها يعني مفهاش توسع قوي لما هوبت البنت نحن نقدر ندعمها الفترة يعني طويلة ممكن لحد وقته معاين قولي استمر كانت الشرقية بتدعمك ولا ده كان عامل زي حاجز أو في مشكلة تعالي نتكلم بصفة أن أنا بنت بمثل كل بنات الشرقية قابلني ناس تدعمني وقابلني ناس حاولت تكسرني يعني الشرقية بتتكون من شخصين شخص بيدعم وشخص بيهدم بس ليش بيهدم ده طبعا في كل المجالات على بكرة مش في المجال بكرة مش الشرقية بس أنا بكلم على المجتمع المصري عامة شخص بيهدم وشخص بيدعم بس اللي بيهدم ده بيحاول أنا قابلت ناس بتدعمني كتير كتير وناس حاولت تكسرني بس ما قدرتش هي ما تعرفش أن كل كلمة هيقولوها هيحاولوا يكسروني فيها هي بتقويني بتقوي بيها أكتر فعلا هي دي الفكرة معروفا العامل النفسي دايما وبالذات طبعا يا شريني أنت عارفة في المجتمع الشرقي بيبقى دائم النفسي لما بيبقى سلبي بيعمل لود على الشخص بيخليه يلجع لورا بس الشخص الصح القوي فعلا زي ما أنت قلت بياخد خطوة قدام ما يرجعش لورا أنا واحدة عارفة أن أنا عندي موهدة ليه أسمع كلام سلبي حوالي طب ما أخد الإيجابي وورا مستلبي وورا ظهري عادي يعني هذه حاجة كويسة كده فعلا طيب ما عايزين نسمع حاجة شامي أو نسمع بقى حاجة حلو تمام هنبدأ من فترة كان حصل حادث كده الناس الغرقت في البحر هنبدأ بنصد البحر غدار تمام فقلب بحر هتخيل نفسي فقلب بحر والموج بيدي بالقوي عشانه بحر فبيفتري هتخيل نفسي بإني روحت ولا رجعتش وحرق تقلب أمي لكوني ما رجعتش هيعدي الوقت ويعبي المكان بستكت وأهلي قاعدين قاعدين ومنتظرين رجوح حبيبهم الغالي فجأة يرن تليفون هيجري لكل ملهوفين أبويا في ساعتها قالو أيوة مين هتشد أمي من أبويا التليفون قالو أما تجيلي أنت فين وجعت تقلبي عليك تعلالي دلوقتي وبعد كتير تهذيق على طول أنا أخذه يرد صوت وغريب ابنك شبه غريب يرد صوت وغريب ابنك شبه غريب فأمي هتكذب وإخواتي هيتصدموا وأبويا هيعصب إزاي تقولوا كلام بدون أي دليل هتقولي أي دليل عشان أنا أصدق وبعد صدمتهم يزيد واجعهم بالواجع يا طرع عايش ولا ميت خلوني أتخيل قعدتهم وأمي بتميل وصوت غريب بيقول شوفي وش الجسة ابنك ده ولا فأديها تترعش وصوتها يترعش وقلبها موهوش أنا قلبي حاسس إنك عايش ما موتش أنا قلبي حاسس إنك عايش ما موتش قم يا ابني ما توجعش قلبي عليك لسه ما جبرتش هيقوم الهواء يكشف من علي ساتر أبيض زي الأفلام تمام وصويت يملى المكان ولكنه شيء مكتوب ولا كانش يوم معلوم صبروهم في غيابي وقولولهم كلماتي إذا كان أبويا واللمي وحتى أخواتي ياريت ياريت تسمحوني فرقنا كان نصيب ودعولي بالجنة أنا موت كان مكتوب الله م شاء الله عليك بجد بجد أستاذة يعني يعني طريقة كلامي أستاذة م شاء الله النبرة النبرة بتاع تنسوك م شاء الله اتعليت الكلام ده فين يا شايم النبرة والطريقة الإلقاء دي في حد ذاتها بتبقى زي تمثيل بالزبط فعلا يعني وإنك تحسي لحاجة مش أي حد يقدر يوصل للإحساس طبعا أنا طبعا منكرش إن النادي الأدبي يعني كان له فجل جبير علي في كده سوى إذا كان في كتابة النصوص أو في الإلقاء يعني كانوا على طول بيوجهوني أسد ذاتي إخوات بصي هم ناس كويسة جدا دايما لما تلاقي حد حواليك بيوجهك كأخت كبنت بيبتبقى حاجة كويسة طبعا طب مين عايزة عرف بردو مين أكتر حد شجعك يعني مين كان أكتر حد بيشجعك وكان داعم لك بصي هو والدي وبعد والدي طبعا والدتي وبعد والدتي بقى فيه أستاذ شريف سالم الأستاذ دا أستاذ يعني أنا بحترمه جدا من الأسات دا اللي بحبها طريقة فضيعة أستاذ يعني كويس معايا وكان من الناس اللي دعماني دعم معناوي أنت عندك موهبة أهم من أي دعم تاني أنت قوية أنت ما ملكيش دعو بالحواليك يعني كفاية من الأشخاص اللي عمري ما هنسى دعموا المعناوي حواليك بنوجه من خلال برنامجنا طبعا التحية لأستاذ شريف سالم وطبعا يبقى قدوة لكل حد ممكن يبقى مربي أجيال يقدر أنه يدعمهم الدعم المعناوي أهم من أي دعم تاني طبعا أكيد وطبعا فيه بقى قريب يبقى كتير وعادي فيه قريب بتحاول تكسر بس إحنا وبناتكسرش لو على القريب اللي بتحاول تكسر فإحنا منحبش نتكلم في الحلقة عشان نتكلمنا مشان يسكتش إحنا لو تكلمنا كده مشان يسكت للأسف ها كده طب أنت يا شايماء حابة كميلي في مجال الدراسة بتاعتك حابة كميلي إيه؟ حاجة لها علاقة بمجال الشعر أو اللي حابة كميلي؟ أنا الدراسة بتاعتي أصلا لعما أتهرج أحبقى مهندسة زراعية يعني بعيد تماما عن مجال الشعر لا بعيد خالص عن مجال الشعر بس ده ما يمنعش إن الشعر ده هو مستقبلي كيانك آه يعني أنا بصي هو طبعا الاتنين بيحققوا الجاية الثانية بيخلوا الواحد له كيان بس الشعر عندي حاجة تانية يعني ما حدش تقررني الشعر يجمعها بقى أي حاجة تانية خالص طب أنا وانا كنت بدردش معيكي كده قبل اللايف قلتيلي إن انت تعملي كتاب أو ديوان أو ده فعلا؟ أتمنى إنها تكون حاجة يعني اكتكلوزف لميكاب لاين آه يعني ماشاء الله إن شاء الله يعني عندها 17 سنة وبتألف ديوان شعر باسم ده إن شاهمة ياسر كلها عندكم من الأول خالص شرف لينا حبيبتيك آه الكتاب بتاعي اسمه سن إجباري سن إجباري آه الكتاب ده بيتكلم عن سن المراهقة آه زي بقى الأهل يتعاملوا مع أولادهم وإيه اللي أنا هتكلم عن نفسي مثلا إيه اللي بنعذي به في الزن ده عايزين حد يقف جنبنا يعني الحاجات دي كلها وسن المراهقة من أد إيه لأد إيه وإزاي الأهل يتعاملوا مع عيالهم وإزاي يعني حاجات كتير كده عن سن المراهقة وحاجات صعبة وحاجات سهلة وحاجات حلوة أنا دايماً بشوف الشعر ده حاجة صعبة بالنسبة لي بصراحة يعني أنا في مجال دراستي بص يا شنين هو أنت في مجالك خاص بالمجال فما معرفش بصراحة بخص إن الشعر ده حاجة صعبة أوي أوي إن موهبة ربنا بيديها لها اللي قدامه بيبدأ إن هو يطور فيها إن كل شخص أنا مقتنع كل شخص ربنا بيديده موهبة منجرد ما يكتشفها ويدعمها يبقى أنت كده يعني مجالب محظوظ الله عليك ربنا يكرمك الشعر ده حاجة اللي هو إيه أنا عن نفسي بطلع بقى كل اللي جواه في الشعر يعني فعلا يا شيماء الحالة النفسية أو الموت بتاعك اللي أنت بتكوني فيه ده بيأثر على الشعر بتاعك يعني سواء كنت زعلانة مبسوطة ده فعلا بيأثر أنا ما بمسكش الألم لكوني إن أنا عايزة أمسك ألم أكتب نص أنا بمسك الألم لما كن فرحانة بمسكه زعلانة بمسكه وهكذا أنا بمسك بس الألم علشان أنا حستها بكلام عايزة أكتبه أنا حستها بكلام عايزة الناس بسمعه بس مش هتسمعه غير من خلال الشعر مخنوقة هكتب عندي اكتئاب هكتب فرحانة هكتب عادي تجنيت هكتب عادي بصي والله وطبعا المون العام أكيد بيأثر على أي حاجة بالنسبة للإنسان وبذلك في كتابة الشعر عارفة اللي هو إيه أنت بتخطب النفسه وحاجة زي الرسام بالضبط لما تلاقيه كده مثلا متضايق فرحانة أغاني برضو واحد زعلاني بيسمع أغنية حزينة فرحان بيسمع أغنية بيسمع أغنية الشعر برضو عارفة ليه دماغه برضو اللي هو إيه متضايقة فأقوم أكتب شعر هكده بالضبط دي حقيقة فرحانة هقوم أكتب شعر انت شنين بتعمليه وأنت متضايقة والله يعني ممكن أكون ممكن أعمل ميك أب مثلا ممكن تلايني بفتحة الميك أب بتاعي وبقى مش عارفة بخسله وبنضفه وبلعب مش عارفة أنا عادي البرنامج أفكر لا أهو ده طبيعي هو كل واحد بيدخل للمجال بتاعه بقى لا أهو ده طبيعي أي حد لما بيكون متضايق بيقوم يعمل حاجة هو بيحبها طب أنا حابة بقى نسمع كمان حاجة حلوة كده عشان إيه نختم بقى بيها بإذن الفكرة طب بخصوص بقى البنت ومين دعم ومين ما دعمش عايز يعني وهي في الآخر هتبقى قوية هنقول نص مجنونة البنت في الآخر هتبقى قوية ده أساس طبعا زي ما أنت ما قلت هنبدأ بنص هنختم بنص مجنونة مجنونة؟ او ده اسم القصيدة اسم القصيدة مجنونة لأن أنا فيها بخاطب نفسي بين صراع أن أسكت أو أتكلم الصراع النفسي هو كده بالضبط طبين شاف لك شطرة في الشعر يقم أسكت يا نفسي أسكت يا نفسي ما تتكلميش ده الشكوى لغير الله ما زال فأسكت يا نفسي وكتمي استحملي بقولك عمر ما حد هيحس بيكي فربنا يهديكي ده كل حده له همومه ومين هيفرق معاه همومك فخليكي كتمة وزيدي جوا قلبك لهمومك بس بس إيه كل اللي فات ضماضي نسيه وراء ظهرك ارميه بصي لحاضر جاي وحميه كل اللي كان زمان كان طيش بس أنا مخنوقة وعاوزة أتكلم ممنوع ممنوع نطلع حرف لحد كلامهم زي سكتهم هيفدنا بإيه هيقولولنا عادي معلش خلاص واستحملي طب قالوا إيه أكتر من اللي قلنا عليه طب ده حتى أنت قلت لنفسك أكتر من ما هم قالولك بس مفيش بس لا فيه ولسه مصره وهتكلم عشان من جوه بتقلم أنا الباهتة أنا اللي شالت كل شيء زاهي وبدلتوا بباهت أنا الوحشة اللي لكل ما سألش عنها فتاهت أنا اللي كل ما حب الحب يكسرني وأنا اللي كل ما دهي نفسي أمل يبعد وأنا اللي مصره على حلمي رغم كل اللي قاله دواه وأنا اللي بعد استعادي ممنوع ليه السكوت وأنا اللي كم مرة بموت وكم مرة دقت طعمه من كتر السكوت وأنا اللي مصره هتعيش مفوضة ما هي الحياة؟ كوسة وأنا هعيش فيها بنفس طريقتها عشان أنا عمري ما نستلك يا دنيا كل شيء عدة أنا القلب اللي زدتي عذاب وأنا العاصي اللي عمره متاب وأنا الكذاب وأنا النهاب وأنا الظالم وأنت يا دنيا جدي مظلومة يا فيه تاني من الدنيا والله بمكارة عجزة الشاب وحتى الطفل شاخ فيها يا قلبي باعها ورميها ويوعى في يوم تطوح فيها دي دنيا فنية مش باقية أنا اللي دايرة في السقية وطول عمري كنت للسقود باقية ولكن جه الوقت ولكن جه الوقت اللي لازم فيه أبوح وأتكلم على كل شيء كان جوه مني متكتم أنا اللي حياتها دي صودة أنا اللي حياتها دي صودة ولكن مسرها تتلون أنا اللي كنت يامة زمان وهب أحسن من الأول أنا اللي عمرها ما تيأس أنا اللي اليأس مش ليا أنا اللي حلمي دا بتاعي ونصير الحلم أنا أحقق أنا اللي اليأس مش ليا أنا اللي اليأس دا كرها أنا اللي الكلام ليا وأنا كل البنات فيها أنا البنت اللي ممنوع ليها الحلم أنا الحلم أنا بكرة اللي جاي بنور الله الله بجد أستاذا عايز أقولك أنا بحب دايما الحاجات اللي بتدي بور البنت وبتديها زي دفعة كده لقدام جداً يعني أي حاجة بتتكلم عن حاجة زي دي برشة جاعة أصدف وقتها على فكرة جداً والله إنا يعني أنت جاي بوقت بس نعايز أقولك يا شايمان أنت يعني نورتينا كان نفسينا نقعد أكتر من كده وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات الفترة الجاية كتير بتمنى لك التوفيق نورتينا جداً ربنا يا وفاقك وخلينا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل للاين بتاعنا فاشن دزاينر هودا عبد الرحمن انتظرونا